تحديث الواتساب الجديد اللي دلوقتي يبقى ترند على كل صفحات السوشيال ميديا ان انت دلوقتي تقدر تفتح اكاونتك على اربع اجهزة وده هيخرب بيت ناس كتير والفضايا هتبقى للركب وان اي حد ممكن دلوقتي يفتح حسابك من على جهازه واحدة واحدة بس كده عشان افهمك الحكاية ازاي وازاي تفتح حسابك على كهازة موبايل وفي نفس الوقت ازاي تعرف ان حسابك ده مفتوح على جهاز تاني دلوقتي الجهاز اللي بالليون السود ده هيكون عليه الواتساب اللي احنا هنفتحه من جهاز تاني يعني ده هنفتح الواتساب عليه من الجهاز اللي هو كان عليه الواتساب اصلا لما تيجي تدخل دلوقتي عشان تفتح حسابك عليه بيظهر لك موضوع الرقم طبعا اول حاجة اتأكد ان انت محدث نسخة واتساب لاخر نسخة هتلاقي فيه خيار في التلات نقطة الموجودين فوق اسمه ربط جهاز واللي منه هيظهر لك الكيو ار ده الكيو ار ده كل شوية بيتغير كل كام ثانية كده بيتغير هتيجي ساعتها تفتح الجهاز اللي انت كنت تفتح عليه الواتساب اصلا واللي انت عايز تستخدمه على الجهاز ده انا هنا في البداية خاصية ربط الجهاز ما كانتش موجودة دخلت برضو اتأكد ان انا حدست النسخة دلوقتي لاخر نسخة بعد ما حدثنا النسخة بتاعتنا هتدخل على التلات نقطة الموجودين فوق في الواتساب وانا هنا بستخدم واتساب الرسمي هتلاقي فيه خيار موجود في القائمة الموجودة فوق اسمه الاجهزة المرتبطة قبل كده كانت ميزة ربط الاجهزة كانت متاحة للكمبيوتر دلوقتي انا عايز اربطها بالموبايل هتضغط على ربط جهاز وساعتها الكاميرا هتتفتح معاك علشان تقرأ الكيو ار اللي بيظهر على الموبايل التاني كده انت الجهازين بقوا مربوطين بنفس الحساب الواتساب هنا هو نفس الواتساب هنا تقدر تستخدم ده في نفس الوقت اللي بتقدر تستخدم فيه ده كنت رابط جهاز عايز تطلعه ادخل على نفس المكان من حسابك الجهاز الاساسي وهتدخل برضو على الاجهزة المرتبطة زي ما احنا دخلنا وضفنا الجهاز ساعتها تختار الجهاز اللي انت عايز تشيله من حسابك ومش عايز يستخدم الواتساب بتاعك وهتختار تسجيل الخروج وساعتها الجهاز ده مش هيقدر يدخل على الواتساب بتاعك وهيخرج من الحساب بتاعك واخليك دايما في الامان ان تحمي حسابك على الواتساب مش برقم التليفون إن رقم التليفون بتاعك لو تسرق ممكن حد يفتح حساب الواتساب بتاعك بسهولة فساعتها لازم تحمي حسابك الواتساب بالطريقة اللي موجودة هنا